اشتركوا في القناة اليوم ساعتان وصلت فيهما الضوء على أبرز الأحداث لهذا اليوم دعونا نبدأ باستعراض القصص القصة الأولى من إيران وأزمتها بعد مقتل فخر زادة والتفاصيل بعد اتهامها بالفشل تهران تروج لعملها وعلمها بعملية مقتل عالمها وبؤرة التوتر تنتقل إلى لبنان وحزب الله القصة الثانية من ليبيا وتفاصيلها تنجى تستضيف اللقاء الأصعب أعضاء من مجلس النواب وغريمه مجلس الدولة يلتقيان وجه المجر القصة الثالثة من العراق وتفاصيلها الكاظمي المثقل بأزمة ذيقار ومخاوف المواجهة الشيعية الشيعية يدعو الانتخابات تعيد الصوت للشعب وتعبر عنه القصة الرابعة حول كورونا وفي تفاصيلها مديرنا لقاح الأمريكي يستعرض قوة فعاليته وتعدد اللقاحات لمنح المزيد من الأمان لتجاوز هذه الجائحة ألم بكم إيران تنتقم أو لا تنتقم يبدو أن القصة تحولت لنقطة تجاذب كبيرة في طهران أحيانا إلى حد المشكلة فبعد ساعات من تصريحات إيرانية تدعو للتيريث وكسب المؤقت قبل أي قرار انفعالي بالرد أكد اليوم وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن الرد على اغتيال فخر زادة قادم وحتمي كذلك وسيكون قاسيا على حد قوله معللا أن بلاده ستسرع كذلك من وطيرة البرنامج النووي وستلاحق مرتكب ما وصفها بالجريمة ومن خططوا لها حتى نهاية أما الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني فأكد وجود تنبيه أمني حول اغتيال محسن فخر زادة منذ عشرين عاما كاشفا عن تعرضه لعدة محاولات اغتيال في الماضي لم يتم الكشف عنها الجدل إذن ما زال فيه أوجه في طهران بينما تكون قد أبلغت اليوم الأمم المتحدة بأنها سترد على مقتل علي بها ترجمة نانسي قنقر كان لدينا معلومات استخبارية أن فخر زادة كان هدفا وأن هناك محاولة اغتيال في نفس المكان الذي قوتل فيه تم تكثيف حمايته غير أن العدو هذه المرة استخدم اسلوبا جديدا واحترافيا ومتطورا وحقق هدفه نفس التنبيه الاستخباراتي كان الساري المفعول مدة عشرين عاما للأسف لم يتم تطبيق الجدية اللازمة ونجحوا هذه المرة كانت هناك العديد من العمليات الفاشلة في الماضي ولم يتم الكشف عنها لا جريمة ولا اغتيال ولا عمل أحمق دون رد من الشعب الإيراني بالتأكيد سنلاحق المجرمين حتى النهاية يجب أن يعلموا أنهم سيعاقبون على أفعالهم كشف موقع إيران واير أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية تمر في مرحلة تخبط بعد صدمة اغتيال العالم أناوي الإيراني محسن فخر زادة كما كشف الموقع أن السلطات الأمنية أطلقت حملة تحقيقات عشوائية تطال مسؤولين حاليين والسابقين في الحرس الثوري الإيراني استعراض للقوة أسلحة وقوات وحديث طويل عن قبضة أمنية فولاذية يبدو أنها فقط ضد معارض النظام في البلاد في اغتيال الأب الروحي للمشروع النووي الإيراني وبرامج التسليح يغيب العقل الأمني والاستخباري عن محسن فخر زادة موقع إيران ويرتناول توقيت وموقع الإغتيال في دومنت قرب طهران وكشف عما قال إنه تقصير كبير في منطقة يفترض أن تتوفر فيها حماية أمنية كونها تعد مسكنا لكثير من كبار المسؤولين الأمنيين والحرس الثوري الموقع تحدث أيضا عن ضعف وتخبط داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عقب عملية الإغتيال وشكل صدمة لها صدمة انعكست على عدد من المسؤولين الكبار في دومنت وقيدت حركتهم ليس هدف حسب إنما ذهبت السلطات إلى الاشتباه بالعديد من المسؤولين الحكوميين الحاليين والمتقاعدين واستجوابهم إضافة إلى استجواب عائلات المقربين وزملاء العمل والحراس شخصيين لفخر زادة الموقع أشار إلى أن انتشار أجهزة استخبارات موازية في إيران ونمو جهاز استخبارات الحرس الثوري إضافة إلى تقاعد العديد من موظفي وزارة الاستخبارات الأكفاء أو تسريحهم كل هذا أدى لاشتباك هذه الأجهزة وفساد قوتها إذن مشاهدين ورغم تلقيبه بأبو البرنامج أنووي بعد اغتياله إلا أن العالم أنووي الإيراني محسن فخري زاد ظل حتى الأمس القريب غير معروف لألعلن حيث أظهر مقتله أهمية دوره ومكنته الكبيرة لسيما لدى المرشد الإيراني علي خميني وهذا ما أثبتته صور وزعها مكتب المرشد بعد وفاة فخري زاد وتظهر حضوره لقاء مع خميني في يناير عام 2019 كما أنه بعد عملية الاغتيال ظهر أن العالم النووي يتنقل بسيارة مصفحة وبرفقة فريق حماية فخري زاد شغل رسميا منصب رئيس منظمة الأبحاث والإبداع تابع لوزارة الدفاع كان معاونا لوزير الدفاع أمير حاتمي وأدى دورا مهما في الابتكارات الدفاعية والدفاع النووي وفق حاتمي ظهور العلن الأول له كان في صور نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو خلال مؤتمر قدم فيه الأرشيف أناوي المسروق عام 2018 ووصفه نتنياهو حينها برأس البرنامج أناوي العسكري المعروف بأماد كما في ذلك العام عدد وسائل إعلام أمريكية فخري زادة بمثابة الهدف الأول للموساد الإسرائيلي لكن قبل ثلاثة أعوام من مؤتمر نتنياهو أي عام 2015 ظهر اسم فخري زادة بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحدث عن إشرافه على نشاطات ترتكز على بعد عسكري محتمل بإطار البرنامج أناوي وجمعت تحت إدارته ضمن أماد في مارس 2007 فرض مجلس الأمن عقوبات على فخري زادة على خلفية دوره المفترض بالبرنامج أناوي أو برنامج الصواريخ الفلسطية وبعدها بعام أدرجت الولايات المتحدة اسم فخري على اللائحة السوداء بالتهم ذاتها ويذكر أن إيران أبقت على قائد برنامج هنوي خارج دائرة استجواب الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم الطلبات المتكررة بحجة أنه أكاديمي مشاهدين نقاش ما يحدث من ردود فعل داخل إيران حتى اللحظة على مقتل فخري زادة ينضم إلينا من واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط السيد إبراهيم على الصيل مرحم بك معنا سيد إبراهيم إلى هذه الحلقة من حدث اليوم وهذا التخبط حتى على صعيد التصريحات الرسمية في إيران بعد مقتل فخري زادة هل يعكس اختلاط الأوراق لديها وأنه قد يصعب استبدال محسن فخري زادة على رئاسة البرنامج النووي لها؟ مرحبا بكي في الحقيقة إيران اليوم في وضع صعب جدا بخصوص برنامجها النووي فمقتل العلماء الإيرانيين وشخصيات مثل محسن فخري زادة لا يسهل استبدالها لأن العمل في البرنامج النووي الإيراني يحوطه سرية كبيرة ولا يوجد ما يمكن أن نقول عنه بذاكرة مؤسساتية داخل هذا البرنامج فحين يتم إزاحة شخصية كبيرة كانت تقف وراء البرنامج مثل محسن فخري زادة فهذا من الصعب جدا استبداله وأعتقد أننا لن نرى الآثار بشكل مباشر اليوم ولكن على المدى الطويل سيكون هناك آثار كبيرة وسيضعف ذلك من قدرة إيران على الاستمرار في برنامجها النووي بنفس السرعة التي كانت تعمل عليها هذا بالنسبة للبرنامج النووي ولكن عملية الاختيال أيضا لديها أو تلقي بظلالها أيضا على الوضع الداخلي الإيراني فهناك الآن مطالبة من النظام الإيراني بالرد على هذه العمليات المتكررة التي تم اختراق فيها الأجهزاء الأمنية الإيرانية ولكن النظام الإيراني لم يرد ولم يتمكن من الرد ولا يبدو أنه سيرد هذه المرة أيضا وهذا بلا شك يزيد من الضغط الداخل عليه أمام الشارع الإيراني نعم ولكن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قال إن إسرائيل ترتكب خطأا استراتيجيا إن ظنت أن الحادثة ستمر دون رد لا شك بأن الاحتفاظ بورقة الرد أيضا يبقي المجالات مفتوحة ولكن هذا الأمر تكرر في عام 2018 استطعت إسرائيل الحصول على كمية كبيرة جدا من المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وتهريبها خارج إيران ومن ثم حتى عرضها على أجهزة التلفاز والإعلام وهذه كانت فضيحة للجهاز الأمني الإيراني والآن مرة أخرى يحصل هذا الأمر اغتيال مثل هذه الشخصية المرموقة التي تحيط بها أجهزة الأمن وتحاول حمايتها على مدى الساعة 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع يظهر أن هناك اختراق كبير داخل طهران وخصوصا أن السجون الإيرانية تعج بمن تتهمهم السلطات الإيرانية بأنهم عملاء لإسرائيل وهم طبعا من الناس من الأكاديميين والصحفيين ففي حين تقوم بسجن كل هؤلاء ومن ثم تعجز عن حماية حتى شخصيات مثل فخر زادة فهذا يؤثر بشكل كبير على صورة الجهاز الاستخبارات الإيراني وخصوصا إذا ما رأينا بأنه في العام الماضي قام الحرس الثوري الإيراني بتمويل على سبيل المثال مسلسل اسمه غاندو ضعوا عليه أموال طائلة فقط لتحسين صورة الاستخبارات الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري وإظهار أنهم نصف آلهة ولا يمكن هزيمتهم فمثل هذه الأحداث لا شك تضر بالبروبغاندا الإيرانية التي تعمل على نشرها وتعمل على بناء صورتها على ذلك الأساس والآن مثل هذه العمليات توضح نقط ضعف كبيرة داخل الأنظمة الأمنية الإيرانية في طهران نعم ولكن رغم التنبيه الأمني بأن الاستخبارات الإسرائيلية ومنذ عشرين عاما تستهدف فخر زادة باعتباره مسؤول عن البرنامج النووي والطموحات الإيرانية بامتلاك قنبلة نووية إن أننا لم نسمع عن الرجل وبقربه من خامنئي إلا بعد اغتياله هل كان هناك تعتيم حول الدور الحقيقي لفخر زادة من قبل إيران؟ هذا ما تقوم به إيران دائما خصوصا بما يتعلق بالبرنامج النووي وهو إبقاء الشخصيات التي تعمل عليه في الظل أولا حتى لا يتم استهدافها وثانيا أيضا حتى لا يقوموا بالهرب أو الانشقاق عن النظام الإيراني فدائما ما يتم إبقاؤهم تحت الحراسة لمنع اغتيالهم من جهة وأيضا لمنع تسريبهم لمعلومات لأجهزة استغبارات غربية أو غيرها وإرسالها إلى خارج إيران أو هروبهم من إيران ولكن من قام بهذه العملية في هذا التوقيت لا شك بأنه قرأ المعطيات السياسية بشكل دقيق لأن إيران الآن أمام تناقض صعب فإما أن ترد وهذا يعني المزيد من العزلة والابتعاد عن الدول الأوروبية ويصبح علاقتها شائكة أكثر بالإدارة الأمريكية القادمة إدارة الرئيس المنتخب بايدن وفي حال لم ترد فهي أمام ضغط شعبي كبير ففي الحالتين النظام الإيراني أمام خيارات صعبة جدا في المستقبل بناء على ما حصل في الأيام الماضية طيب كيف تنظر إلى ما يسمى ويعرف الآن في إيران بمشروع رفع العقوبات والذي بحسب قلبها سيمكن إيران من التصدي لأي هجمات إرهابية قادمة على إيران ما يتعلق برفع تخصيب اليورانيوم وأيضا العودة للتصميم القديم لمفاعل أراك الاقتصاد هو الآن العنوان الأبرز في إيران كل ما يحوم حوله وكل هذه التصريحات الإعلامية هي محاولة تهدئة لتهدئة الشارع الإيراني نظرا لأن العقوبات الاقتصادية فعلا تخنق الاقتصاد الإيراني في حال اختارت إيران الآن العودة بشكل كامل إلى تخصيب اليورانيوم فهذا يعني أنها ستخسر علاقتها مع الدول الأوروبية وفي حال استمرت بما هي عليه ستبقى العقوبات الأمريكية موجودة عليها حتى تعود إلى التفاوض مع الولايات المتحدة فهي الآن في موقف خاسر على كثير من الجرحات ولكن حتى هذا المشروع وإن كان حتى اللحظة هو مشروع يطرح للنقاش في مجلس الشورى الإيراني التصويت عليه بأغلبية ساحقة من قبل أنواب هل يعكس رغبة الآن حقيقية بالتنصل من الاتفاق النووي ربما التراجع التام عنه وبكل ما تبقى حتى من التزامات على إيران فيه؟ صحيح ولا شك بأن هذا أيضا هو رأي الجناح المتشدد المرتبط بالحرس الثوري الإيراني الذي يريد أيضا أن يتأكد من أنه لن يكون هناك مجال للعودة لطاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة فهذه الدوائر القوى المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني طالما أرادت منع الوصول إلى صفقة وأرادت انتهاج خط راديكالي إقليميا وعالميا سواء في مواجهة جيرانها في المنطقة والشرق الأوسط وتوسيع نفوذها في عدد كبير من الدول أو أيضا في التعامل مع المعسكر الغربي من الدول الأوروبية والولايات المتحدة فهذه القوى بلا شك تريد سد الطريق على احتمال العودة للمفاوضات في العام القادم في حال ما رغبت إدارة الرئيس المنتخب بايدن في الذهاب في هذا الاتجاه وبالنسبة للدول الأوروبية الاجتماع القادم سيكون في السادس عشر من ديسمبر للجنة المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي لماذا كل هذا الوقت انتظارا لاجتماع قادم إذا كنا نتحدث عفوا عن تحركات إيرانية متسارعة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الدول الأوروبية تنتظر لترى ما الذي سيقوله بايدن أو ما الذي سيفعله وسيخطط له في إدارته القادمة ففي حال لم يكن هناك تقدم في العملية السياسية مع الولايات المتحدة فلن تستطيع الدول الأوروبية المضي في هذا النهج مع إيران حاولت الدول الأوروبية تقديم وسائل مالية مختلفة للا تقع إيران في شرك العقوبات الأمريكية ولكن هذا لم ينجح الاقتصاد العالمي مرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي والعقوبات الأمريكية أثبتت أنها قادرة على شل أي محاولة لإنعاش الاقتصاد الإيراني حتى لو أتت من الدول الأوروبية لذلك الدول الأوروبية الآن في الوقت الضائع تحاول معرفة ما الذي يصب إليه بايدن في هذا الملف وكيف ستكون تحركاته لأنه لا يمكن لهم اتخاذ قرارات كبيرة أو استراتيجية في هذا الوقت قبل أن تتبني خطوط السياسة الأمريكية من واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط السيد إبراهيم الأصير شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به سيد إبراهيم من إضاحة مشاهدين أفاد مراسل الحدث بوجود حالة من الاستنفار العسكري بين صفوف الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل وعلى طول الحدود مع لبنان في إطار الخشية الإسرائيلية من رد إيراني على اغتيال محسن فخرزادة وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن إيران تسارع لكسر قواعد اللعبة في نهاية ولاية ترامب وتتطلع للتفاوض مع إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النوي ورفع العقوبات كذلك في الجولان المحتل استنفار عسكري إسرائيلي وذلك بعد اغتيال العالم النووي الإيراني في إطار الاستعداد الإسرائيلي لسيناريوهات رد إيراني عدة من بينها إطلاق صواريخ من جبهة سوريا تجاه إسرائيل أو إطلاق صواريخ من جغرافيا أبعد بكثير مثل غرب العراق أو اليمن أو حتى من إيران بالإضافة إلى التخوف من اغتيال شخصيات إسرائيلية أو ضرب مصالح إسرائيلية حول العالم أما على الحدود مع لبنان فإن التأهب يبدو عكسيا بحيث لا تظهر الدبابات والمجنزرات والجنود في المنطقة الحدودية خشية من الاستهداف بفعل استنفار قائم بسبب تهديدات حزب الله لكن التقديرات في إسرائيل مع ذلك بأن إيران لن تكسر قواعد اللعبة في المواجهة مع إسرائيل لأنها ترمي للاشتباك تفاوضيا مع إدارة بايدن وعليه فقد تفضل إبقاء اللعبة في الإطار الاستخباراتي والردود بالحد الأدنى في هذه المرحلة زياد حلبي الحدث الحدود اللبنانية الإسرائيلية كما فد مراسل الحدث بأن ميليشيا حزب الله أخلت بعض مواقعها في البقاع الشرقي هذا وأكدت مجلة تايمز أوف إسرائيل أن نصر الله ألغى تحركاته بعدما نصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه وسط سخرية مسؤولين إسرائيليين من بقائه في ملجأين وظهوره علنا بشكل نادر وأشارت تايمز أوف إسرائيل إلى أن نصر الله هدف سهل لإسرائيل منذ سنوات مرجحة أن يكون نصر الله هو التالي على قائمة الاستهدافات الأمريكية الإسرائيلية هذا وشدد التقارير الإسرائيلية في الوقت ذاته على أن ضربة إسرائيلية كهذه إن حدثت ستأجج المنطقة بشكل خطير تحليل من بيروت ينضم إلينا الصحفي السيد مصطفى فحص مرحبا بكم سيد فحص إلى حدث اليوم واليوم غارات وهمية للطيران الإسرائيلي فوق مناطق لبنانية طالت حتى العاصمة بيروت وشمالها هل هذا يعكس توقعا إسرائيليا لرد انتقامي إيراني رغم التحليلات أنها قد لا ترد الآن في هذا التوقيت مساء الخير مساء النور طلعات الجوية الجوية الإسرائيلية ليست استثناء أنها مستمرة ولكن في هذه الفترة تأخذ أبعادا أخرى بسبب الوضع القائم في المنطقة وبعد اغتيال زادة في إيران واحتمالات عمليات أمنية استراتيجية أخرى قد تقوم بها الإسرائيل أو تقوم بها الولايات المتحدة في هذه المنطقة ولبنان وعلى بان في بنك الأهداف التدابير الاحترازية على جانبي الحدود متخذ من كلا الطرفين الإسرائيلي وحزب الله فكرة إخلاء حزب الله لمواقعه ليس مستبعدة فهو يقوم بتدابير عملاتية نظرا إلى تخوفه أيضا من حجم الاختراقات التي جرت في الفترة الأخيرة من معلومات قد تصل إلى قد وصلت إلى الإسرائيليين فهو مضطر إلى عمليات تحريك دائم وإعادة تموضع مستمرة أما بمقالته تايم أوف إزرايل عن السيد نصر الله السيد نصر الله من خلال من موقعه هو يعني مضطر إلى يكون يأخذ تدابير احترازية فائقة الخطورة بمعنى أنها احترازية بالحد كبير جدا ولكن اسمح لي هنا سيد فحص الآن تزامن إخلاء حزب الله لبعض من مواقعه في البقاع الشرقي وتغيير أو تقييد تحركات نصر الله لماذا يخشى الرجل من استهدافه الآن أو أنه قد يكون التالي إذا كانت إسرائيل تحدثت أنه منذ سنوات نصر الله بالنسبة لها هو هدف سهل منذ اغتيال قاسم سليماني سقطت التسويات الأمن السياسي في المنطق بأن الولايات المتحدة خرجت من معادلة الأمن بالسياسة وهذا ما كان يسهل حركة قاسم سليماني كما أن موقع السيد حسن إذا ما جعلت أغداني كنت أريد أن أكمله قبل سؤالك هو عنده نوعين من الأمن الأمن الذي يذهب إلى تقني وهناك أمن سياسي أنه السيد نصر الله ما قبل قاسم سليماني غاب فترة طويلة عن الأضواء غاب عن الخروج العلني لأنه يبدو أن بعض الضمانات السياسة الأمنية قد سقطت في مراحل سابقة كما أن ما كان سابقا قاسم سليماني لم يكن أولوية إسرائيلية بل كان أولوية أمريكية السيد نصر الله لم يكن أولوية أمريكية هو أولوية إسرائيلية ما حدث بهذه الفترة أن بنك الأهداف الإسرائيلي الأمريكي تقاطع فباتت شخصيات لابن دور السيد نصر الله أو زادة أو شخصيات أمنية عسكرية إيرانية هي مشتركة بالأولويات ما بين الإسرائيلي والأمريكي كما أن المخاطرة الأكبر أن ردة الفعل الإيرانية على قاسم سليماني وردة الفعل على زادة تعطي دفع للإسرائيلي أو للأمريكي إلى مزيد من العمليات باعتبار أن خصمه غير قادر على الرد واحتمالات رده ستكون فالرد على رد قاسم سليماني هذا بالطبيعة الأمنية لحزب الله يقلقه ويجعله يأخذ تدبير جديدة إذ يعود السيد نصر الله إلى الحجر الأمني الكامل كما كان في مطار في فترات سابقة وكانت هناك في المنطقة زمن باراك أوباما كان هناك نوع من بعض التدبير التي أو الطعام التي تسميها الأمن السياسي 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 التحرك كما أطاحت لقاسم سليماني التحرك في تلك الفترات عملية القول الإسرائيلي دائما أن السيد نصر الله هو هدف نستطيع الوصول ويمكن تفسيره في موضعين هو التفسير الوضع الإيراني العام الصفعة التي أكلها المخابرات الإيرانية أن من قتل قتل في العاصمة حجم الاختراق إلى هذا الحد لدى الأجهزاء الإيرانية وهذا بحاجة إلى إعادة تعريف جديد للعقل الأمني الإيراني الأجهزة الأمنية الإيرانية التي كانت تتباه هي لم تكن إلا مشغولة بالتقص خصومها داخليا وخارجيا ليس الإسرائيليين وليس الأمريكيين وتركيب ملفات أخلاقية من أجل ابتزازها لم تشتهر إلا في هذه الأمور والآن جاءتها الفضيحة عن طريق الإسرائيليين أو الولايات المتحدة هناك خلال ستة أشهر عشرة أهداف إيرانية ضربت داخل إيران أهمها نتانز وكانت ذروتها في أزادة الاشتباه بأنها عمليات داخلية قامت بها جهاز سيد فحص تحدثت عن معادلة إذا سمحت لي وعتذر المقاطعات تحدثت عن معادلة كانت في المنطقة الأمن مقابل السياسة والتي انهارت الآن أو حتى بدأ التداعي منذ وقت القاسم سليماني بعد قدوم بايدن للبيت الأبيض عن أي معادلات نتحدث ماذا تنتظر إيران الآن ويبدو أن الأوراق خلطت تماما الآن في آخر ولاية ترامب هذه أزمة إيران السياسية أو الاستراتيجية حتى الآن أنها قدرتها على الرد ستكون حتى العشرين من تشريه كانون الأول وبعد عندما تستلم إدارة بايدن سيكون الرد انتحار تفاوضي والمشكلة الفعلية كما حدث ليلة اغتيال قاسم سليماني أن الرد انتحار وعدم الرد هزيمة فمن ينقذ إيران من هذه المعادلة ومع جو بايدن الآن هناك تفاوض شبيه كامل بعمليات هزيمة تدريجية لأن جو بايدن سيستخدم كل الذي قام به ترامب في الفترات السابقة أمنيا واقتصاديا وعسكريا وتحالفات دولية وأوروبا الذي عمل بها ترامب سيسيلها جو بايدن في المفاوضات إيران في مأزق تراجعي لذلك من الآن لن تختلف الأمور ما بين ترامب وبيدن إلا في أمر واحد أن العمليات الأمنية لن تستمر من جهة الولايات المتحدة لا يملك بايدن في الفترة الأولى من الانتخابات القدرة على الضغط على الإسرائيلي لوقف عملياته الأمنية ضد إيران لأننا نعرف علاقة بعض العلامات الاستفهام لدى اللوبي لدى إيباك ضد بايدن وسياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط وهو يحتاج إلى أن يبرهن أنه قريب من الموقف الإسرائيلي فلذلك على الأرجح أنه لن يعترض على ما ستستمر به حاصة وأن الرجل كان صوت ضد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وهو نعم فلذلك عليها أن يبرر نفسه أكثر وهذه المقاطر أن إسرائيل في موقع في المنطقة الآن قد تقوم بعمل أمني وهو جزء من هذا العمل هو استهداف السيد نصر الله إذا كانت تريد يعني فعلا أن تأخذ المنطقة إلى مقلب آخر هذا الاستهداف بما أن سيد نصر الله لم يكن أولويات أمريكية فأن هكذا استهداف قد يجر الولايات المتحدة إلى المواجهة المباشرة تجبرها إسرائيل إلى أن تكون شريكة لها في أي مواجهة ضمن الاتفاقيات الدفاع المشترك بينهما من بيروت السيد مصطفى فحص شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به سيد فحص من إضاحات في هذه المدخلة شكرا لك مشاهدين تتابعونا في حدث اليوم بعد قليل أيضا فرقاء ليبيا إلى مزيد من التقارن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في ليبيا هو سياسي بامتياز من الذي يؤيد حكومة الوفاق في نبيا؟ لا أحد أهزل صراع الليبي كان صراع محلي سو مرتفع لذي أصبح صراع تقليمي سو مرتفع لذي أصبح صراع دولي على مستوى القوة الأعظم تركيا تشعر أنها لم تحقق شيئا باعتبار أن الهدف الأساسي للوصول إلى منابا نفر سيغل الجفرة ده أمر بالنسبة لنا خط ضع إذا فرض علينا القتال وفرض علينا السحق كل الخيارات يمكننا أن تذهب نصر وضعت الكرة في ملعب حكومة الوفاق وملعب تركيا هل يجوز الاستمرار في التعويل على أي دور أممي؟ تصور أن هناك شرعية المال الصراش تحمى من قبل مرتزق أو تحمل من قبل هدي ماذا يريد الأمريكيون من أردوغان عبر الورقة الليبية؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تستضيف تنجل مغربية اليوم الاجتماع الأصعب في المحادثات الليبية الذي يجمع أعضاء من مجلس الدولة التابع للوفاق والبرلمان الليبي في أول اجتماع مباشر لهما منذ بدء الأزمة اللقاء يتزامن مع إعلان الأمم المتحدة عن بدء اجتماعات الملتقى السياسي الليبي في تونس غدا اشتركوا في القناة كشف عبدالقادر حوالي عضو المجلس الأعلى للدولة أنه سيتم التفاهم والتشاور على المناصب السيادية والمسار الدستوري لدفع مسار الحوار للنجاح في حل الأزمة الليبية نحن هنا اليوم في مدينة طنجة التقاء فريقي الحوار 13 زي 13 بخصوص الحوار الليبي وعلى ما تفق عليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي بأن المجلس الأعلى للدولة مناطبه المناصب السيادية والمسار الدستوري نحن هنا للتفاهم والتشاور بين المجلسين في هذا الإطار ولدفع مسار الحوار لأقصى درجة أن ينجح هذه المرة لحل الأزمة الليبية إن شاء الله عضو لجنة الحوار السياسي محمد رياض قال أيضا إن مجلس النواب اليوم مختلف عن سابقه إذ يتواجد أكثر من 125 نائبا في مدينة طنجة وهم مستعدون للتنصيق مع مجلس الدولة لذهب للحوار السياسي مجلس النواب اليوم بإذن الله يختلف عن مجلس النواب قبل وقت حيث أن وجود أكثر من 125 نائب في مدينة طنجة واستعدادهم الكامل للذهاب لإقدام سليلتام مجلس النواب يعني الكثير والكثير ولهذا اليوم سعدا جدا بإذقاننا بـ 13 أعضاء مجلس الدولة والتنصيق معهم من أجل الذهاب إلى الحوار السياسي بشكل أقوى وبشكل يجعل الجسمين الشرعيين الإمكانية في دعم الاستقرار في ليبيا وفي توحيد كلمة الليبيين وأيضا في اختيار الجسم التنفيذي الذي يستطيع بإذن الله أن يقود ليبيا وفي إطار توحيد كل المؤسسات وسرعة تغيير المناصب السيادية كما أشار نائب حمد العبيدي عضو لجنة الحوار السياسي بأن وجهات النظر متقاربة جدا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من خلال الحديث مع بعض الزملاء من مجلس الدولة ومجلس النواب تكاد تكون وجهات النظر متقاربة جدا وجبل الجليد اللي بيننا يكون قد ذاب إن شاء الله ونعد إن شاء الله نوصل بنتيجة كويسة تختصر المسافة علينا في الحوار القادم بإذن الله دعت ميليشيات تدعى قوة حماية ترابلس كافة أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع في العاصمة ترابلس متعاهدة بتوفير الحماية وتأمين الكاملين للجلسة وأكدت الميليشيا في بيان لها تعهدها التام لضمان سلامة الأعضاء وضمان سلامة الجلسات من أي تدخلات خارجية ورحبت القوة باجتماع أعضاء مجلس النواب أليبي في مدينة طنجة المغربية وعودة عقاد جلسات البرلمان من جديد وثمنة هذه الخطوة التي وصفتها بالبناء تجاه تحقيق الحلم ببناء الدولة وعودة الاستقرار بحسب البيان مشاهدين من ترابلس ينضم إلينا النائب في المجلس الأعلى للدولة ورئيس الكتلة الوطنية السيد ناجي مختار مرحبا بك معنا سيد مختار إلى حدث اليوم وجولة رابعة تنطلق في طنجة ليومين هل برأيك يمكن للجنة 13 زائد 13 أن تحقق اختراقات حقيقية فيما يتعلق بالمناصب السيادية وتوزيعها الجغرافي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بقناتكم ومتابعكم أهلا بك أولا هذه الاجتماعات أنا غير مهتم بنتائجها ذلك أنها تأتي في وقت الليبيون تطلعون إلى انتخابات فعندما نذهب إلى تعيين مناصب سيادية وتشكيل حكومة نحن نسلب اختصاء البرلمان إذا حدثت انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021 كما تعهدت الأمم المتحدة سوف لن يكون للبرلمان القادم أي صلاحية لأي مهام ليقوم بها ذلك أن تعيين المناصب السيادية وتشكيل الحكومة هي من أولويات البرلمان التي سيقوم بها والآن ما يحاول القيام به هو تقاسم للمناصب السيادية التي تحكم بمدد ذلك أن هناك تيارات سياسية لا تضمن أن تكون موجودة في المشهد الليبي تسعى إلى تمكين عناصرها في مناصب سيادية محكومة بمدد لا يستطيع حتى البرلمان القادم أن يغيرها ومن أمثلاتها البنك المركزي الذي يحصن بخمس سنوات لرئيسه المناصب السيادية يجب أن تترك للبرلمان القادم الآن ما يحدث هو تقاسم سيؤكد تأكيد الانقسام طيب ولكن سيد محتار كأنما أفهم من حديثك أن المجلس الأعلى للدولة غير موحد الأهداف هناك في طنجة نعم نحن لم نكن موحدين الأهداف على الأقل مع رئاسة المجلس ذلك أن هذه الانتخابات حدثت وأنا لم أشارك حتى في اختيار هذه اللجنة لأننا كنا مختلفون على الطريقة وحتى على تواجهة الأهداف اختيار المناصب السيادية أو توحيد المؤسسات كان يجب أن يتم منذ أربع سنوات وهي أحد مهام أو أحد بنود الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية وتم تأجيل هذا الأمر وأدى إلى انقسام الآن يتم الذهاب إلى تحيي هذه المؤسسات لسلب اختصاصات البرمان القادم إذا حدث ذلك أن هذه المؤسسات الآن بانقسامها شاركت بشكل مباشر في تدهور المشهد الليبي على كل راسع خير التدهور حتى مشروع الاعلان الدستوري أو الاستفتاء على اعلان دستوري ووضع دستور جديد لليبيا هو معطل بفعل هذا الانقسام في الجسم الذي من المفترض أن تولى له هذه المهام الآن هذه الاعتراضات يبدو أنها اعتراضات قد لا يتفق معها أحد بمعنى أنتم المعطلون للدستور وبالتالي كيف تعطردون الآن على أن يكون هناك ممثلين الجانبين ويحددون موعد الانتخابات قبل الدستور تحديد الانتخابات لا يمكن أحد أن يجاهر بمعارضته الانتخابات أصبحت مطلبا فرضا لنفسه نحن الآن نتكلم على ما يحدث في طنجة المغربية من محاولات الآن المناصب السيادية لمن لا يعرف هي ستة أو سبع مناصب تفوق في تأثيرها في المشد الليبي الوزارات وحتى البرلمان عندما يتم البث فيها الآن وتأكيد وجودها سوف تكون مفروضة على الجسم التشريع القادم بالإضافة إلى الحكومة التي تنوي المبعوثة الأممية تكوينها وبالتالي سوف يكون هناك برلمان بلا مهام هذا أولا ثانيا المناصب السيادية هي أكبر من أن تترك لفرقاء ليتم التقاسم حولها المجلس الأعلى للدولة الآن ليس له رؤية موحدة حول هذه المناصب وحتى التقاسم الجغرافي لم يعد وإن لم تكن هناك رؤية موحدة سيد ناجي على أي أساس توجه وفد من المجلس الأعلى للدولة إلى تنجا ألم يتم نقاش ذلك قبل اختيار ممثلين إلى تنجا المجلس الأعلى للدولة فيه كثير من الاختلافات والتي الكثير لا يعرفها نحن محسبون على طيار أو توجه سياسي نحن لا نؤكد انتمعنا إليه ولا إلى توجهه نتحدث عن طيار الإخوان أو ما يقال أن مجلس الدولة من خلفه يقف خالد المشري طيار الإخوان المسلمين أو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لهذه الجماعة هي كتلة موجودة في المؤتمر الوطني انتقلت إلى المجلس الأعلى للدولة بحكم تغير المؤتمر الوطني إلى المجلس الأعلى للدولة وبالتالي هي كتلة موجودة استطاعت خلال المؤتمر الوطني أن يكون لها ديوان المحاسبة الذي يمثل فيها سيد خالد شكشك وهو معين من المؤتمر الوطني منذ 2013 وهو كان مسؤول السياسات في هذا الحزب الآن محاولة تكرار نفس الشخصيات أو الدعوة إلى تمكين شخصيات في البنك المركزي ودوان المحاسبة هو إعادة المشهد أو محاولة إبقاء المشهد كما هو من تكوين مركز للقوة السياسية في المشهد الليبي ومجلس النواب الذي كان يعارض توحيد المؤسسات السيادية يأتي اليوم ليقول أنا موافق على توحيد المؤسسات السيادية والمجتمع الليبي يطالب بانتخابات عامة تعيد إنتاج المشهد الليبي سياسيا أن صح التعبير وتنظم مناصبه ومؤسساته سيد مختاري الآن أنتم كثلة وطنية داخل المجلس الأعلى للدولة كيف تعبرون عن هذه الاعتراضات؟ لأن المسار ذاهب الآن في طنجة وربما ننتظر إعلان قريب عن توافقات حتى حتى هذا اللقاء معكم هو وسيلة لإعلان هذا الاعتراض نحن لا نملك كثير الوسائل بالمناسبة المسألة للدولة ومجلس النواب بعد اتفاق الصخيرات لم يعد الجسمين الذين انتخبا من قبل الشعب بل أصبح جسمين معاد تشكيلهما وفقا لاتفاق الصخيرات وبالتالي الأعضاء أشبه بي المؤسسة السيادية وليس السياسية التشريعية ذلك أن المؤسسات حقيقة لا تعمل إلا بتوفق فيما بينها والذهاب إلى تكوين حكومة وتعيين مناصب سيادية هو سلب لانتخابات سلب لمهام البرلمان القادم إن حدث وانتخب طيب سيد مختار قد يقول قائل لماذا لم نسمع أي صوت اعتراضي على ما هي الكتل المسيطرة داخل مجلس الأعلى للدولة في ترابلس قبل هذه المسارات المنطلقة وقبل مفاوضات تنجا بمعنى لو لا الحديث عن تقاسم المناصب السيادية أو آلية اختيار الشخصيات لهذه المناصب لما سمع صوت لأي كتل أخرى داخل مجلس الدولة الأعلى ذلك ما دابت عليه مجموعة من القنوات المحلية وحتى الدولية تقدم شخصيات على أنها ممثلة المجلس الأعلى للدولة وأن هذا الرأي الواحد المجلس الأعلى للدولة في إطلاق الرأي السياسي أو في إبراز التوجه العام للمجلس الأعلى للدولة المجلس الأعلى للدولة هو ممثل لأعضاء تم انتخابا في المؤتمر الوطني العام كانوا 200 عضو أصبحوا بعد أتفاق سخيرات 145 عضوا الصوت يغلب على من تتناوله القنوات الإعلامية وسائل النشر والتأكيد يأتي ممثلا في الرئاسة نحن حدثت أكثر من انتخاب داخل مسألة للدولة حدثت ظروف خاصة نتجت عنها رئاسة لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الرئاسة ممثلة للتوجه السياسية نحن نوضح هذا الرأي لأن الآن كما أشرت في حديثك أن الكل يتهم المسألة للدولة بأنه الزراع السياسي أو الزراع التحاوري لجمعة الإخوان وهذا الأمر غير صحيح ونحن لا نؤكده لماذا لم تضحوه قبل الآن هذا هو السؤال سيد مختار تم التوضيح حتى للبحثة الأممية وأيضا تم الحديث حول هذه المسألة حتى داخل أرواقة المجلس وأردنا تمثيلا وحدث في السابق أن انتخب رئيس وأنا انتخبته نائب أول ممثلة لهذه القتلة وحدثت حوارات ولم نكن على اتفاق تام وبالمناسبة المسألة للدولة إذا لم يحدث توافق بينها ومجلس النواب فهو معطل عن العمل الحقيقي حكومة الوفاق هي التي يراد لها أو هي التي يطلب منها العمل التنفيذي فيما يخص مجلس الدولة الدور السياسي وإظهار الوشود السياسي هو عمل مشترك بين ما ينتج من تصريحات بالإضافة إلى ما تقدمه وسائل الإعلام لكن الآن هناك ذهاب إلى تعيين مناصب طيب سيد مختار هل هذا يعني أن تحدث مؤثرة هل هذا يعني أو نفهم أن تيار الإخوان داخل المجلس الأعلى للدولة الآن أصبح يتجاوز الكتل الأخرى؟ أو هكذا تشعرون الآن؟ لا يوجد أي مشاركة حقية لأي كتلة أخرى عندما تجدين من يجلس في جنيف مع البحث الأممية هو أحد أعضاء جماعة الإخوان ممثل فسيد نزار عندما تأتي إلى حوار تونس تجدين ممثلين بنسبة حقيقية ونحن لدينا من الوسائل ما يظهر هذا الأمر بمعنى أن المشاركة السياسية واتخاذ القرار داخل المسألة للدولة هي مسألة تنظيمية قد لا تتيح للكتل المجاهرة بالنقد القرارات التي تتعامل مع البحث الأممية التي لا تتواصل مع الجميع تتواصل مع من طيب البحث الأممية وعلى أي أساس؟ البحث الأممية عندما تواصلت مع 75 شخصية الليبية التي دعتهم كان من ضمنهم أعضاء من المجلس على الدولة تم دعوتهم بشكل شخصي ولم يتم دعوتهم عن غير المسألة للدولة بالإضافة إلى 13 عضوا الذين اختارهم المجلس ومنهم من تيار الأخوان المسلمين الذي يمثله حزب العدالة والبناء نحن غير موثلون في هذه الحوارات أيضاً 75 شخصية الذين يجتمعون في تونس يقولون أننا سوف نذهب إلى انتخابات ولا يدرون أن هذه الانتخابات ستكون بدون فائدة إذا تم اختيار حكومة ومناصب سيادية لن يكون للبرلمان القادم أي مهام حقيقية للقيام بها والمدد التي تعطيها النظم الأساسية لهذه المناصب السيادية تفوق مدة بقاءة البرلمان في المشهد السياسي شكراً جزيلاً لما تفضلت به من حديث في هذه المداخلة والملف الليبي معقد وشائك الآن بعد ما تحدثنا عن توحيد الانقسام شرقاً وغرباً يبدو أن في الغرب الآن نواجه انقسامات داخل الجسم الواحد المجلس الأعلى للدولة على كل من ترابلس النائف في المجلس الأعلى للدولة ورئيس الكتلة الوطنية سيد ناجي مختار شكراً جزيلاً لك على ما تفضلت به من إضاحات شكراً مشاهدين من بني غازي ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية والسياسية الخارجية دكتور أحمد عبد الله العبود مرحباً بك معنا دكتور العبود ومرحباً بك في حدث اليوم وحقيقة الحديث الآن أنه في حال توزيع المناصب السيادية والاتفاق على ذلك بين الأطراف المتفاوضة في طنجة فأنه لا مهام قادمة للبرلمان يعني أنا أولاً بصراحة أحيد الموقف الشجاع ليتفضل به السيد ناجي مختار وكشف الأوراق وتحدث بصراحة عن كل ما يحدث في أروي قتل مجلس الأعلى للدولة هذا الجسم الذي تم تخليقه في اتفاق الصخيرات البرلمان الذي انتهى المؤتمر الوطن العام الذي انتهت ولايته تم بط الروح فيه وعادة أحيائه وإجلاسه على طاولة المفاوضات وأنتج هذا الاتفاق اتفاق الصخيرات ويريد الأمر توقف عن ذلك وإنما أعطي 134 للكتلة المتغولة وسميها كتلة الوفاة للشهداء بين مزدوجين تيار الإسلام السياسي الذي يجمع حزب العدالة والبناء وجمع الليبي المقاتلة وكتلة المفتي وخمسة عشر صوتا يعني أو 13 صوتا للتيار الوطني الذي نسمع صوته اليوم مرتفعا ولا طالما كان يسمع صوته مرتفعا خلال المدة الماضية ما تفضل به ضيفك وما تقدمت به من سؤال هو حقيقي يعني ما يحدث اليوم في بوزنيقة أولا قلنا نتكلم عن بوزنيقة يعني هي بدأت من بوزنيقة موضوع المادة 15 يعني هما سكتوا هذه المدة بالكامل طريق توقيع اتفاق الصخيرات وذكر السادة المشاهدين في 2015 تذكر الجميع عملية المناصب السيادية بعد خمسة سنوات يعني بعد امتهاء مدد الولاية لاتفاق الصخيرات أكثر من مرة لأن اتفاق الصخيرات كان يتحدث عن سنة قابلة للتمديد أو سنة مرتبطة بعملية انفاذ الدستور بمعنى عندما يكون الدستور جاهز الدستور النهائي والدستور الذي ينهي المراحل الاتقادية تنتهي فترة اتفاق الصخيرات شهدنا عملية التمديد والتمديد لهذه الأسلام والمقصود هنا الأسلام الغير منتخبة ولكن اسمح لي سيد العبود بالمقاطعة هنا الآن الموجودون بطنجة أم أغلبية نتحدث عن 103 إلى 120 نائب وأقلية فقط الآن هي التي تعترض ونحن نفرق في بوزنيجا يتحدثون عن تفعيل المادة 15 دات الإلاءة بالمناصب السيادية وفي طنجة يتحدثون عن عملية التئام البرلمان وتفاجأت صراحة على المستوى الشخصي بأن بنود ما تضمنه البيان الختامي يدعو إلى قضايا ليس من اختصاص الملتئمين أو المجتمعين في طنجة الحديث عنها يعني من يحدد موعد وبرنامج عمل وجدول جلسة البرلمان القادم هي رئاسة البرلمان أعتقد بأن هذه المبادئ العامة تخفي وراءها ما تخفي بمعنى المجتمعين في طنجة وأقصد هنا التيار الذي خلق الإنقسام داخل المجلس النواب وذهب والتحق ببعض الأعضاء المقاطئين نعم رئاسة البرلمان يريد تنهير رئاسة البرلمان بيان رئاسة البرلمان السيد عقيلة صالح قبل يومين أمن على عودة المجتمعون في طنجة إلى الإعلان الدستوري أو الالتزام بالتعديل الدستوري لعام 2014 فقط كان الحديث حول أنه ربما اعتراض على اجتماع قادم ولكن لا يكون في غدامس تختار لجنة 5 زائد 5 مقر آخر بمعنى أنه عبر عن موقف البرلمان عبر رئاسته يعني هذا المهم نحن نتكلم على اجتماع طنجة الجولة الماضية الجولة التالتة المستشار عقيلة بعد مخرجات طنجة حدد جلسة قادمة للبرلمان وترك الأمر تحديد المكان للجنة 5 زائد 5 وهي لجنة العسكرية الأمنية بمعنى أيهم الأماكن المكان الذين استطيعوا تأمينهم وهذا يتوافق صراحة مع الإعلان الدستوري مع اللايحة الداخلية النظمة لأعمال مجلس النواب مجلس النواب اليوم أستطيع أقول وتياره الوطني ورئاسته تدفع فاتورة عدم تطبيق اللايحة الداخلية اللايحة الداخلية التي كانت تنص على فصل كل المقاطعين والبحث عن بديل لهؤلاء من خلال انتخاب من تحصل على النسبة الأكبر في دوائره وتعويض المقاطعين الذين اليوم يعرقلون ويريدون صراحة إفراغ المجلس القادم وإفراغ العملية الانتخابية من أهم استحقاق وهو استحقاق المناصب السيادية يعني القضايا مركبة ومعقدة وأعتقد ما يريده التيار المتغول التيار الإسلام السياسي الذي يدعم صراحة ما أسميها الكتلة التي قاطعت الفترة الماضية والتي تعرقل مصارات الحل السياسي اليوم تريد خلط الأوراق من جديد والدهاب إلى تغيير ماذا عن أوراق تونس غدا؟ هذا كانت تصريح وبيان سيد العبود فقط أحاول الوقوف على كل النقاط قبل ختام هذه المقابلة غدا تستأنى في جولات تونس أيضا ماذا عنها؟ صحيح يعني مزالة الإشكالية قائمة إشكالية المناصب الأليات اختيار الرئيس المسر الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية هناك أربع خيارات الخيار الأول والثاني يتفق على موضوع اختيار الرئيس عبر المجاميع الانتخابية وأعتقد بما حدث في طنجة ليس بعيد عن هذه العرقلة التي حاول تيار الإسلام السياسي إفشالها في جولة تونس الماضية بمعنى أن هناك كتلة تريد صراحة معاقبة المستشار عقيلة صالح لكونها تيار الوطني استطاع أن يعرقل تعيين سيد بشاغة رئيسا للحكومة فأعتقد بأن ما يحدث اليوم في طنجة ليس بعيدا عن ما يحدث في حوار تونس من عرقلة يساهم فيها تيار الإسلام السياسي وحلفائه بعد أن أفشلوا الجولة الماضية جولة تونس فنزالت المشكلة قائمة لازال تيار الإسلام السياسي يريد تمرير ما يسمى بيج تو بيج برقة ببرقة بمعنى تريدون أن يكون الرئيس عقيلة صالح رئيسا للسلطة التنفيذية الجديدة في شكل المجلس الرئيسي فلتطى لسيد بشاغة حقيبة رئيس الحكومة وهذا صراحة ما نشاهده اليوم من ضغط يحاول تمريره أعضاء مجلس النواب الموادين أو الذين يدعمون السيد بشاغة في الاستحقاق التنفيذي خليني نقول بصراحة بأن الأليات التي اعتمدتها البعثة الأمم الأمم المتحدة هي الفرصة الأخيرة وبأن هناك بصار آخر وهو البتقوف من الجميع أن يستمر المجلس الرئيسي كما هو عليه أن تستمر البرلمان كما هو عليه أن يستمر مجلس الدولة كما هو عليه وأن يتم اختيار رئيس للحكومة من خارج الأسلامة الثلاثة ومن بالتالي الذهاب إلى الاستحقاق البرلماني إذن الاستحقاق الانتخابي إذن أمام البحثة الأممية للسيناري الأول التي اشتهدت فيه كثيرا لإخراجه وهناك السيارة البديلة يعني هناك نقاط شائكة كثيرة حتى تتعلق بالأوراق البديلة المتبقية بيد ستيفاني وليامز ولكن هذا ما سمح به وقت المقابلة من بني غازيا الباحث في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية دكتور أحمد عبدالله العبود لك جزيل الشكر مشاهدين بعد قليل نفتح معكم ساعة جديدة من حدث اليوم فابقوا معنا بدأت الإصابات تقترب من المليون الثاني هناك تمديد طبعا لمنع التجوال أيضا في كثير من المناطق نحن مقبلون على دروة الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع المقبل بالمقابل إذا انخفض في الوثيات يعلو في عدد الإصابات نحن نصف الحالات عمليا لم تتجاوز عمارهم الخامسة والأربعين مستشفى سيدة لبنان بصدد الإغلاق التام هناك مبادرات فردية من بعض منظمات المجتمع المدني أرى عمليات الأحصاء وكيفية إحصاء الوفيات ملايين من الذين أصيبوا بهذا الفيروس لكنهم لم يتصلوا بالسلطات الصحية ماذا يعني مثل هكذا توصل؟ يتواصل سباق ما يسمى باللقاحات الواعدة في نظرية تقول أنه مستحيل إيجاد لقاح تقنية تعتمد على التسلسل الجيني هل هذا وارد تعتقادك طبيا؟ في ظل عدم وجود لقاح هناك أربعمائة وأربعون دراسة حول العالم فقط أربع دراسات عربية ما نسمعه الآن هو التسفيق في التواقن الطبية موسيقى 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 احداث كل يوم في كل الأمكان تؤثر وتتأثر كل يراها من زاويته ووجهة نظره لم تر منطقتنا هدوءا منذ سنوات أجواء أصبح يسودها التوتر تسكنها الفنطة وتحكمها العشوائية سنوات تركت آثارا ستبقى طويلا في الزاكرة نحن في قلب الحدث وجزء منه نعيش الخبر وننقله كما هو البداية كانت حدثا هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثا هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك أين كان الحدث؟ أينما كان وقت ما كان كنا فعليا هناك على الأرض؟ في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري متفقل لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب مهمة تبدأ ولا تنتهي رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان مولد فيه الرعب عن صور كانت ملونة خفتت بالغاكرة أو على الجدران عن ضحايا للغدر سقط لم يغني عنه انفرار ولم تبعر من الصغار بس وإن هومك الخوفي كله عامل وبي أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من حدث اليوم نذكر بداية بقصصنا في هذه الحلقة القصة الأولى كانت من إيران وأزمتها بعد مقتل فخرزادة وتفاصيل بعد تهمها بالفشل تهران تروج لعلمها بعملية مقتل عالمها وبؤرة التوتر تنتقل إلى لبنان وحزب الله القصة الثانية كانت من ليبيا وتفاصيلها طنجة تستضيف اللقاء الأصعب أعضاء من مجلس أنواب وغريمه مجلس الدولة يلتقي نواجها نواجه القصة الثالثة ستكون من العراق وتفاصيلها الكاظمي المثقل بأزمة ذيقار ومخاوف المواجهة الشعية الشعية يدعو لانتخابات تعيد الصوت للشعب وتعبره عنه القصة الأخيرة حول الكورونا وتفاصيلها موديرنا اللقاح الأمريكي يستعرض قوة فعاليته وتعدد اللقاحات يمنح المزيد من الأمال لتجاوز هذه الجائحة مشاهدين لا زالت الخلافات الشعية الشعية في العراق تنظر بمزيد من التصاعد مع ارتفاع شديد في حالة الاستقطاب بين الأهالي في محافظة ذيقار حيث قتل وجرح نحو مئة شخص في مدينة النصرية نتيجة الصدمات التي وقعت منذ نهاية الأسبوع الصدمات العنيفة وقعت بين أتباع الطيار الصدري وجماعات الحراك في النصرية ينتمي الجانبان المتصارعان إلى وسط وجنوب المحافظة ذات الأغلبية الشعية رئيس الوزراء مصطفى الكاظم أرسل فريق خلية الأزمة الحكومية في محاولة لاحتواء التوتر من ضمنهم مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي الذي أوكلت إليه مهمة رئاسة هذه الخلية خلية الأزمة هذه مهمتها تتلخص بإدارة شؤون المحافظة وضبط الأمن مع تخويلها بكافة الصلاحيات اللازمة لنجاح مهمتها خلفية الخلاف تعود إلى استياه أهالي المحافظة من ميليشيات الأحزاب التابعة للحكومة العراقية نتيجة الفقر والمعاناة التي يعانون منها ما أدى إلى اندلاع انتفاضة تشرين عام 2019 بقيادة جماعات الحراك أدت أنذاك إلى حرق معظم مقرات الميليشيات وشملت التصعيدات التي يشنها الحراك طيار الصدر وأتباعه بوصفهم جزءا لا يتجزأ من سلطة الفساد وسوء الإدارة القائمة منذ سنوات على حد تعبيرهم فيما تريد الأحزاب والفصائل المسلحة بالإضافة إلى أتباع الصدر استعادة هيبتها بقوة السلاح من أجل فض ما تبقى من ساحات الاعتصام على غرار ما حدث في ساحة التحرير في العاصمة بغداد هذا وزار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد وطلع على مجريات الاستعدادات التي تخذتها المفوضية لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في السادس من حزيران القادم وجهود المفوضية لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية الكاظمي دعا كل الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات بقدر تعلق الأمر بها كما شدد على أهمية إقرار مجلس أنواب قانون تمويل الانتخابات لأجر إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها كذلك من كاليفورنيا ينضم إلينا المحلل السياسي العراقي السيد أحمد الأبيض من جديد مرحبا بك معنا سيد الأبيض على شاشة الحدث وفي حدث اليوم وهل تتفاقم أزمة ذيقار في ظل حالة الاستقطاب الكبيرة ما بين الأهالي هناك وتصاعد التوتر في محافظة بها أغلبية شيعية نعم مساء الخير لك وجمهورك الكريم الحقيقة الأزمة أكبر من ذلك الأزمة هي شرخ كبير قد يبدو ظاهريا أنه ما بين الشيعة كأطراف شعبية ولكن هذا غير حقيقي التيار الصدري الذي كان كرمح مغروس في صدر الثورة ثورة التشرين انتزع الحقيقة عندما مارس ومارسته في قضية ساحة التحرير طبعا معروفة ظروف ساحة التحرير ومعروفة ظروف بغداد وحاول أن يعيد الكرة في ذيقار ولكن ذيقار أصبحت شوكة ليست في عين من يريد أن يهدم هذه الساحة برمزيتها ساحة الحبوبية أفصد ولكن حتى شوكة في أعين إيران التي هي أعطت الأمر للأسف إلى قواه الظلامية وتحركت تحت مظلة التيار الصدري حتى يكون واضح للجمهور وليس فقط التيار الصدري أو سرايا السلام هي من ذهبت إلى الناصرية ولكن كل القوى الميليشيوية واستعانوا ببعض الأطراف من ضعاف النفوس الذين يسمونه شيوخ العشائر في بعضهم أقول أعروبيون أصوليين شيوخ محترمين مكنوا لهم الدخول عن طريق بعض الأقضية والنواحي وحصل اللي حصل ولكن طبيعة الصراع عميق وغير قادر السيد الكاظمي على السيطرة عليها وإدارته الآن طوق النجاة اللي يفيده أن يذهب إلى الانتخابات مرة أخرى يؤكد على أنه لم يبقى لديه منجز من المطالب اللي طالبوا بها ثوار تشرين وقدموا تضحيات بعد أن أخفق في قضية محاسبة قتلة المتظاهرين وبعد أن أحيط للأسف بمجموعة من المستشارين من هوات الإعلام وظللوه كثيراً وضيعوا عليه فرصة أن يلتحم مع الشعب العراقي هذه هي القصة لذلك لم يبقى لديه إلا هذا طوق النجاة هناك جانب آخر الموضوع سيد الأبيض مادمك بدأت الحديث عن الطيار الصدري هناك الآن انشقاقات يتم الحديث عنها داخل هذا الطيار بعدما كان الرمز القوي له هو الصدر الذي لا يمكن الاقتراب حتى من قدوسية رمزيته الآن يتم الحديث عنه من بعض الطيارات باعتباره يحاول فرض السلطة بالترهيب من جهة وباستباحة ما سمي من قبلهم باستباحة الدم من جهة أخرى شوفي أهم منجزة ثورة تشريد أنا أعلنتها من خلال قناتكم في العام الماضي يوم 1 أكتوبر أنه أسقطت المقدس ولكن ظلت هناك مجموعات الحقيقة لديها جهل تاريخي تقدس الأشخاص اليوم السيد الصدر لا يمثل لا رمزية وطنية ولا رمزية شيعية الآن يمثل رمزية لفئة محددة جزء منها خائف لأنه ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي وقسم منها الحقيقة منتفع وقسم آخر لا زال مغيّة بالعقل هذه هي القصة فعلا هناك انشقاقات حقيقية في الديوانية صدرة بيانات في محافظات الجنوب والفرات الأوسط صدرة بيانات من أتباع والده قالوا نحن مقتدر صدر لا يمثلنا وإنما نحن نتبع مرجعية والده الذي قتل عام 1999 محروفة القصة هذه سيد محمد الصدر نعم اليوم محاولة استخدام الصلاح لتركيع الشعب العراقي بس ملاحظة مهمة جدا ذيقار صمدت بوجه الأمريكان 14 يوم سقط النظام في بغداد والذيقار لم تستسلم في قوة أمريكا وهذا اعتفوا بالأمريكان فليس من السهل انتزاع هذه البطولة منهم بهذا الاسلوب أو قتل شبابهم ثم اتهامهم بأنهم جوكرية وما شابه ذلك اليوم سقطت الورقة الأخيرة للثيار الصدري أن يستطيع أن يسيطر على تحريك الشارع حتى في بغداد هو ظهر لألفين والإعلام ظهرها عشرات الألوف الحقيقة موجودة والإمكان العودة إلى التسجيلات الحقيقية أذن هو في حالة تراجع ولكن من هو المستفيد هذا الذي يعلم شباب تشرين أن ينتبه له هناك قوة متغارمة على السلطة مناهضة للثيار الصدري شكلا ولكن موضوعا متفق معه وأقول لك يا بكل تحديد حزب الدعوة الفتح إلى آخره باقي الميليشيات الأخرى ترى بأنه مقتدى هو خصم لهم وبالتالي إسقاطه سوف يرجح كفتهم والعليا للسيطرة على الأمور إذا ما أجريت الانتخابات في العام الماضي هذا بشكل إيران تديره من الخلف بعد أن أصبح واضح جدا أن إيران لديها مشاكل كبرى وآخرها موضوع اختيال كشف حشاشة هذا النظام والذي نقوله من سنوات ونقول ذلك منذ سنوات النظام هش مجرد أن تأتيه عاصفة بسيطة تسقطه ولكن للأسف العالم كثير مننا يجامل هذا النظام وخصوصا في أوروبا للأسف أقول في أوروبا هناك مجاملات وهم يراهنوا على بايدن إذا مر بايدن وهم يراهنوا على بايدن بأن يعيد لهم سيرتهم الأولى سوف لن يكون ذلك لأنه في العراق هناك شعب الحقيقة تحرر صحيح القيد قد يكون قويا لا يمكن كسره بسهولة ولكن تحرر ذاتيا وأسقط المقدس وأسقط كل الخرافة التي جاءت فيها إيران منذ أكثر من 700 عام ما يعرف بالمذهب الصفوي الحقيقة وهذه الخرافة التي أشوهت الوجه الأساسي للمذهب الشيعي والجعفري في العراق وتريد أن تنتزع مننا عروبته اليوم كما ذكرت في آخر مقابلة في آخر عشرين ثاني يجب أن يتشكل محور عربي حقيقي لنصرة الشعب العراقي ولمواجهة إيران وإيداها وما فعلته في المنطقة وبالنسبة للسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي ما يهمه الآن هو الوصول لانتخابات نزيهة تلبي تطلعات العراقيين وتهيئ الأرضيات لذلك هل سيتمكن من إخماد توتر ذيقار عبر خلية الأزمة المكونة خلية الأزمة أصبحت من ذلك ما احترامي للشخصيات اللي فيها هي أصلا سياسية جزء كبير منهم يمثلون أحزاب وتوجهات هذه مرة حتى تحل شي الناس تطالبك بأنه التيار الصدري يدفع منتسبه تحت مضلة قوات الشغب وحطل الشباب الناصرية في ذيقار عليك أن تكون منصف القضاء يمارس دوره بشكل حقيقي ويأخذ باتهامات الناس أنا أقول اتهامات حول هذه الأشخاصيات وبالتالي تجرى محاكمات عادلة إذا قدر يسوي هذا الشيء أنا أقول لك يا أهل الذيقار ليسوا معتدين أهل الذيقار يدافع عن وطنه ابتداء ثم ما أكو قضية أساسية للأعلام ما مصلت ضوء عليه ما يحصل فيه ذيقار ترى هي عصابات اقتصادية حول النفط والغاز اللي فيه ذيقار وتحرك هذا الطرف أو ذاك الطرف بسم من السياسيين من أهالي الذيقار اللي موجودين في بغداد اللي هم ارتباطات اجتماعية وعشائرية يوزعوا هذا المشروع النفطي على تلك الجهة وهذه المقاولة على تلك الجهة وقاموا بحرمان أهالي الذيقار من كل الخيرات هذا أيضا هو صراع موجود غير الصراع الانتخابي والسياسي هذا صراع موجود وحقيقي ويدر مليارات الدولارات بالمناسبة لا تحدث أنا عن مئة مليون ومئتين مليون روحي انظري وأعملي بحث عن المشاريع النفطية في ذيقار وشوفي ما هو العائد وأين يذهب هذا العائد شركات الحقيقة سمسرة جاءت بها هذه القوة الظلامية ووزعت لها المشاريع في الناصرية وللأسف بعض الدول تساهم في ذلك هذا كل الواقع الموجود فلذلك السيد الكاظمي لا يعتقد أنه بإمكانه بهذه اللجنة أن يحل الأزمة في ذيقار سوف لن تنتهي وذيقار أصبحته قلب الثورة بدأ ينبض مرة أخرى هذا القلب وبدأت أطرافه تتحرك لاحظي ما حصل في بغداد يوم أمس من تحرك طلابي عظيم وما حصل في بابل وفي الديوانية هذا كل ما يؤكد على أنه الشعب العراق الحديث طويل وشائق حول دائما ما نقول صراع الدولة ممثلة في تحركات السيد الكاظمي ولا دولة تصرفات الميليشيات التي تحرش كل ما يقوم به من اختراقات ولكن هذا ما سمح به وقت المقابلة من كاليفوريا شكرا لك المحل السياسي العراقي سيد أحمد الأبيض شكرا جزيلا لك الدمار الكبير الذي تسبب به تنظيم داعش لجامعة الموصل ثاني أكبر جامعات العراق وصل إلى نحو ثمانين بالمئة بل وأحرق التنظيم الإرهابي قرابة مليون كتاب ومخطوطة من مكتبة الجامعة بعد أن حول بعض قاعاتها لتدريس منهجه المتشدد وبعد تحير المدينة تمكنت الجامعة من فتح أبوابها للطلاب بعد إعادة أقسامها دون جهد حكومي وإعادة إعمار 144 مبنى تم تدميره سابقا بشكل كامل هكذا تبدو أبنية جامعة الموصل بعد خرابها على يد مسلحي تنظيم داعش الجامعة التي تعد ثاني أكبر جامعات العراق وواحدة من أكبر المراكز التعليمية والبحثية في الشرق الأوسط نالت نصيبها من الدمار بنسبة ثمانين بالمئة ووسط مشهد الخراب الذي لا يزال ماثلا للعيان يتساءل طلبتها اليوم عن خطط الإعمار الموعودة إلى أحد هذه اللحظة اليوم الجامعة لم يدخل فيها أي دينار واحد في جيب رئاسة الجامعة كل الدعم وكل الإعمار هو عن طريق المنظمات نحن اليوم كونا طلاب هذه الجامعة نتمنى نشوف جامعتنا تضاهي الجامعات ليس في الدول الأوروبية بل في الدول العربية اليوم نطالب من رئاسة جامعة الموصل أيضا بإعادة إعمار كلية الزراعة والغابات في ناحية حمام العليل اللي هي ثاني أكبر جامعة في العراق ثاني أكبر كلية زراعة وغابات في العراق بعد كلية البغداد لم يكن إعادة تأهيل كليات وإقسام جامعة الموصل بالأمر الهيين فالجامعة أعادت نحو 144 مبنى تم تدميره بشكل شبه كامل لكن التحدي الأكبر يكمن في إعادة مكتبة الجامعة بعد أن أحرق تنظيم داعش نحو مليون كتاب نادر من محتوياتها فاضنا عن التحدي الآخر في إعادة المختبرات التي نهبت هي الأخرى من قبل مسلح تنظيم داعش 80% من مختبرات الجامعة فككت وسرقت في المكتبة المركزية التي أصبحت أيقونة لسيطرة العصابات الإرهابية حرق ما يقارب مليون كتاب ومخطوط في جامعة الموصل اليوم عادت الجامعة مرة ثانية وبجهود كل الخيرين وبدون أي دعم خارجي تتطلع رئاسة الجامعة للانتهاء من عمليات الإعمار بنهاية عام 2022 لتتمكن من الدخول ضمن التنافسات العالمية في جودة التعليم أحمد الحمداني الحدث تتابعونا في حدث اليوم بعد قليل أيضا الغنوشي يعين قياديا في حزب النظام السابق مستشارا له ويثير الجدل ترجمة نانسي قنقر لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترك مدينته المحروقة بلا وجهة ركب البحر بحثا عن الحياة فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نجى هذه قصة مئات آلاف من السوريين أهلا بكم مشاهدين من جديد ما زال قرار راشد الغنوشي بتعين محمد الغرياني الأمين العام لحزب تجمع الدستوري الديمقراطي للنظام السابق مستشرا له مكلفا باستكمال ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ما زال يؤثر الكثير من الجدل داخليا المراقبون اعتبروا أن القرار يسعى من خلاله رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لإنقاذ شعبيته وكسر عزلته من خلال استقطاب رموز نظام القديم على الرغم من العداوة التاريخية بينهما وكان الغنوشي صرح بالأمس قائلا إن استقطاب رموز نظام بن علي إلى البرلمان لا يعد انتكاسة للثورة بل تمهيدا للمصالحة مستشهدا بالنموذج الجنوب الافريقي بنى سقوط النظام العنصري الذي كان قائما مضيفا أن لا حل أمامهم إما المصالحة أو الانتقام يأتي هذا المشاهدين بينما قال الرئيس التونسي قيس السعيد إن الوضع في تونس دقيق ومن أكثر الأوقات خطورة بعد الاستقلال جاء هذا خلال استقبال السعيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وإن شاء الله المهم نوص دولي بنفاع الوضع دقيق من أكثر الأوقات خطورة لعرفتها تونس بعد الاستقلال لكن ثم مؤسسات وثم رجال وثم رسال من تونس تحليلا ينضم إلينا المحامي والناشط السياسي سيد عماد بن حليمة مرحبا بك معنا سيد عماد إلى حدث اليوم وهل اليوم استقطاب رجال نظام بن علي وما يعرف بالتطبيع معهم من قبل راشد الغنوشي هو الخطة الأخيرة للرجل في حربه مع الدستوري الحروى عبير موسي شكرا تحية لك وإلى كل متابعي قناة العربية الحدث الحقيقة للتذكير فقط وأن السيد محمد الغرياني قبل أن يكون الأمين العام للتجمع الدستوري الديموقراطي قبل أن يسمى في هذه الخطة كان سفيرا لتونس في لندن عيانه المرحوم زين العابدين بن علي سفيرا لتونس في لندن والغاية كانت واضحة وهي قيادة النقاش والمفاوضات مع الأخوان لأن السنوات الأخيرة التي سبقت سنة 2011 كانت سنة مفاوضات وكان محمد الغرياني يقود المفاوضات مع الأخوان ولم يعين سفيرا في لندن بالصدفة لأن الغنوشي كان يقيم ببريطانيا أما عن مسألة الاستقطاب وهي الكلمة المهمة اليوم اليوم استطلعات الرأي تقول وأن حزب عبير موسي له 38% من استطلعات الرأي في حين أن حزب الأخوان له 19% وعبير موسي تبني الحشد الشعبي على فكرة الاستقطاب الثنائي الحزب الدستوري الحر يعتبر نفسه الوريث الشرعي للحركة الدستورية والتجمع الدستوري الديمقراطي في تونس وهو اليوم يتقدم على الأخوان بفضل هذا الاستقطاب بين أن تكون دستوريا أو أن تكون إخوانيا لكن الحركة التي قام بها راشد الغنوشي هي ليكسر هذا الاستقطاب الثنائي والإيحال للناس وأن أحد رموز الحركة الدستورية يعمل اليوم مستشارا لدى الغنوشي لكن هذا في الحقيقة كما تفضلت بذكره الآن هو تخفيف للحسار والاختناق الذي يعاني منه الغنوشي داخل الحركة وخارجها ولكن تخفيف تخفيف للاختناق سيد أعماد عبر التناقض إذا كانت حملة النهضة الأخيرة بالعام السابق كان أساسها التبرؤ من كل التوافقات التي حدثت بنا حكم الرئيس التونس الراحل الباجي قايد السبسي اليوم يبدو أن العزوف على المصالحة مع رموز نظام بنعلي قد يفهم بأنه لا رؤية حقيقية معلنة بالنسبة لحركة النهضة أي أن خسائره ستكون أكثر منها مكاسب هي ليست مواقف حركة الأخوان هي مواقف الغنوشي ليس هناك موقف جماعي داخل هذا التنظيم الغنوشي هو المرشد الأعلى للحركة وهو الذي يتصرف حسب المعطيات الواقعية الأمر حقيقة مضحك اليوم لما يسمي محمد الغرياني رئيس أو مشرفاً مستشاراً مشرفاً على ملف المصالحة المصالحة تفترض طرفين هناك ضحية وهناك مجرم من هو المجرم ومن هي الضحية؟ هل أن الأخوان الذين نشروا الإرهاب قبل 2011 وبعده هم المجرمون والضحية هي الشعب؟ أم أن العكس هو صحيح؟ يعني ثم أن رئيس البرلمان ليس من دوره ومن اختصاصه بنظام عمل البرلمان أن يشرف على الملفات السياسية إن كان للغنوشي نية صادقة في الاستفادة من محمد الغنوش أم محمد الغرياني أو إدخاله في ديكار المدنية لحركة الأخوان كان عليه أن يعينه مستشاراً سياسياً في تنظيم الأخوان فرع تونس في الحزب لا أن يعينه في البرلمان لأنه ليس من اختصاصات رئيس البرلمان أن يشرف على ملف المصالح هناك من يقول سيد عماد أنه يحاول الآن تقديم نفسه كشخصية جامعة لكل التونسيين بكل أطيافهم حتى حدود المصالحة مع رموز بن علي وإعادتهم للحياة السياسية والرجل يحضر نفسه ليكون رئيس لتونس 2024 من هذا المنطلق هو الذي يحاول تخفيف الضغط وهناك حتى عملية استفزاز لمعارضيه لأنه حتى من أحد أهداف عملية تسمية محمد الغرياني هو استفزاز الشق المناهض له داخل الحركة الذي ينادي اليوم برحيله هذه العملية عملية التعيين فيها كذلك جانب استفزازي مهم وهي عملية لا يقبلها المناظلون الذين قضوا سنوات طويلة في سجون التجمع في سجون الحزب الذي كان حاكما لأن الحقيقة المعركة بين الأخوان وحزب التجمع دستوري الديمقراطي لم تكن معركة ديمقراطية ومعركة حرية معركة الأخوان كانت معركة من أجل انقذاذ على السلطة وكانت فيها كل الوسائل متاحة اليوم الغنوشي بعيد عن أن يكون رجل تجمع هو رجل فكر ظلامي هو رجل فكر إرهابي لكن هو يتلون كالحرباء بمنطق حسب موقع القوة والضعف وهذه هي سياسة الأخوان الأخوان يهدنون حينما يحصون بالضعف ثم ينطلقون في مرحلة جديدة اليوم يحص الغنوشي وأنه لا بد من تحويل وجهة الرأي العام والانصراف إلى مشروع إيهام بمشروع جديد والتحضير للانتخابات الرئاسية لكنه خير العالمين وأنه في عزلة داخل الحركة وخرج الحركة والحركة اليوم في محزق كبير وهي بصدد الانشتار قريبا ولو كان للغنوشي قدرة ووزن على السيطرة على الحركة لما قام بكل ما يلزم لمنع انعقاد المؤتمر حتى لا يقع طرده من الحركة حتى المشروع الذي تحدثت عنه سيد عماد هو يقال اليوم أنه مشروع الرئيس قيس السعيد ما يتعلق بقانون الصلح الذي يرغب في طرحه في الأيام القادمة على البرلمان للنقاش لماذا يستبق الغنوشي الرئيس قيس السعيد في هذا الأمر؟ لا أعتقد أنه نفس المشروع أعتقد أنه الغنوشي يقصد بالصلح السياسي لأنه حينما يحاول أن يحاسر عبير موسي ويظهر للرأي العام وأنه ليس هناك عداء بين الأخوان وحزب الطيار الدستوري هو يتعرض للمصالحة السياسية في حين أن مشروع الرئيس قيس السعيد هو المصالحة الاقتصادية اقتصادية أكثر نعم الذين تعلقت بهم قضايا منذ سنة 2011 والذين ابتزوهم الأخوان لسنوات طويلة دون أن تقع تسويت ملفاتهم الرئيس قيس السعيد يريد أن ينهي هذه المهزلة ويريد أن يسوي الملفات الصلح الاقتصادي مع ما سمي برجال أعمال بن علي حتى يقع غلق الملف ويقع تخليص هذه الفئة من الناس من مخالب حزب الأخوان الذي يبتزهم منذ عشر سنوات من تونس المحامي والناشط السياسية سيد عماد بن حليمة شكرا لك سيد عماد على كل هذه الإضاحات الوافية التي تفضلت بها في هذه المداخلة مشاهدين اعتبر حلفنات انسحاب سفينة أطنقيب التركية أورووتش ريس من مياه قبرص قبل عشرة أيام عن انعقاد القمة الأوروبية اعتبره مؤشرا إيجابيا يساعد على تخفيف التوتر وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن القمة ستراجع العلاقات مع تركيا وفق شروط خفض التوتر والدخول في حوار بناء انسحاب السفينة التركية أورووتش ريس من مياه قبرص في اتجاه مرساها في أنطاليا قد يعكس بعض التقدم الذي حصل على سعيد الوساطة الدبلوماسية التي تقودها ألمانيا وربما يمهل الدبلوماسيين بعض الوقت الإضافي قبل موعد القمة الأوروبية في العاشر والحادي عشر من ديسمبر لا نزال نشعر بالقلق إذا الوضع في شرق المتوسط حيث نواصل السعي من أجل تفادي الصدام في المنطقة وأعتقد أن انسحاب السفينة أورووتش ريس إلى مينائها في تركيا يساعد على تخفيف التوتر والتقدم نحو اتفاق تفادي الصدام بين القطع البحرية خلال اجتماعهم في أكتوبر الماضي خير قادة الاتحاد الأوروبي أنقرة بين تخفيف التوتر مقابل تحفيز الشراكة معها أو مواجهة خيار العقوبات في اجتماعهم المقبل سيراجع قادة الاتحاد الأوروبي مدى استجابة تركيا للشروط التي حددتها قمة في أكتوبر الماضي والمتمثلة في خفض التوتر والدخول في حوار بناء المراجعة لن تتم استنادا إلى بيان منفرد أو عمل واحد وإنما استنادا إلى أفعال وبيانات وسلوك خلال مرحلة بكاملها والموعد المهدد مسبقا هو اجتماع قمة في ديسمبر المقبل دبلوماسيا تجري المباحثات وفق مصارين وسط تعتيما مطلق منذ أسابيع مباحثات تركيا وأوروبا تجري في بروكسل حول آليات تفعيل الشراكة بين الجانبين جهود إضافية تبذلها ألمانيا من ناحيتها تجاه كل من تركيا واليونان من أجل تخفيف التوتر قبل موعد عقادي القمة انسحاب استفينة التركية من مياه قبرص قد يخفف من حدة دعوات اتخاذ العقوبات الأوروبية ذد تركيا انسحاب قد يمهد مسبقا لترطيب الأجواء مع الإدارة الأمريكية المقبلة لكن الانسحاب من دون حلول مستدامة لقضايا معقدة في منطقة مليئة بالتناقضات والتنافسي نردين الفريد الحدث بروكسل تتابعونا في حدث اليوم أيضا بعد قليل صحفي سوري يتعرض للتعليف في فرنسا ويقول شعرت أنني في سوريا ترجمة نانسي قنقر لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لـ 24 ساعة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث وعلى حالات الهروب والخوف مشاهد أكبر من القدرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعادتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان انتقد المصور الصحفي السوري أمير الحلب استخدام الشرطة الفرنسية العنف ضد المتظاهرين والعاملين في الصحافة خلال تغطيتهم تظاهرة احتجاجية على قانون الأمن الشامل الفرنسي وعنف الشرطة في باريس مشيرا إلى أنه تعرض لصدمة كبيرة من أعمال العنف التي واجهت عددا من الصحفيين في العاصمة باريس وبقاه محاصرا لساعات من دون أن يسمح له بالذهب إلى المشفى هذا وقال المصور الصحفي السوري أمير الحلب الذي أصيب بجروح خلال تغطيته للتظاهرة الاحتجاجية على قانون الأمن الشامل الفرنسي وعنف الشرطة في باريس قال إنه أصيب بصدمة كبيرة وإنما تعرض له أعاده بالذاكرة إلى الحرب الأهلية في سوريا أعرف حالي أنا في بلد أحترم الحريات والصحافة فأبدا ما أتوقعت أن أتصاب باريس فكانت بصدمة بالنسبة لي أنا كنت واثق من حالي مع كامرتي دائما ما كنت أتردد من فرانكفورت ينضم إلينا رئيس الرابط السورية لدفاعي عن حقوق الإنسان السيد عبد الكريم الريحاوي مرحبا بك معنا سيد الريحاوي كيف تعلق على هذه المشاهد يعني بالصورة أولا هل يعقل أن تكون هذه هي مشاهد لما جرى بعد تغطية صحفية في باريس تحياتي لك أهلا بك أهلا بك حقيقة ما جرى للصحفي السوري هو شيء مشين الحقيقة يعني لم نعتد من بلاد تحترم حقوق الإنسان وتتغنى بالديمقراطية وباحترام حقوق الإنسان أن تلجأ لمثل هذه الأثاريب العنيفة بالتعامل مع الصحفيين والمصورين ومن يعبرون برأيهم بسلمية عن الأحداث العمل مدان وقامت أيضا العديد من المنظمات الدولية والفرنسية خاصة بإدانة هذا السلوك المشين من الشرطة الفرنسية ولكن كي نكون منصفين للحقيقة يجب أن نوضح أمر في غاية الأهمية أن الصحفي السوري لم يكن يرتدي أي شارة مميزة والتي يرتديها الصحفيين عادة كأي سترة أو خوزة تبين أنه صحفي هذا لا يبرر بالتأكيد الاعتداء الغاشم عليه ولكن بقيد زملائه الفرنسيين الذين كانوا بصحبته كانوا يقفون بجانب الحائط ويرتدون شارات مميزة فلم يتم التعرض لهم بالتأكيد هذا العنف غير مبرر وأعتقد أن الحكومة الفرنسية ستفتح تحقيقا بهذا الخصوص وخاصة أن الصحفي كما نمي إلي أنه سيشتكي ويرفع شكوى رسمية للسلطات الفرنسية بخصوص هذا الاعتداء طيب الآن الحديث حتى عن ما يتعرض له الصحفيون في التظاهرات الأخيرة يدخل بنا للنقاش حول أسباب هذه التظاهرة ما يتعلق بتعديل قانون الأمن الشامل هناك في فرنسا ويبدو أن هناك اتجاهات الآن لتعديل هذا القانون هل كان يتماشى بالأساس مع حالة حقوق الإنسان والديمقراطيات هناك في فرنسا؟ ردود الأفعال على هذا القانون واضحة في الشارع الجميع يرفض هذا القانون هذا القانون يتعارض تماماً مع حرية التعبير وحرية الوصول إلى الحقيقة ويصطدم بمنظومة كاملة من حقوق الإنسان التي قامت عليها الدولة الفرنسية أنا أعتقد أن هذا القرار لن يرى النور الأجهود الآن في الشارع الاحتجاجات الكبيرة ستسقط هذا القرار أنا بتصوري ما يجري الآن من احتجاجات سلمية ضد هذا القانون هي رسالة واضحة للحكومة الفرنسية بأن هذا القانون غير منطقي ولن يرى أي سبيل لتحقيقه على أرض الواقع لكن هناك من يقول أو هناك جدل دعنا نقل حول الجاليات التي تذهب هناك لفرنسا أن ما يتعلق حتى بمشاركاتها في الاحتجاجات قد تتخذ طابع يقال عنه أو يوصف بأنه قد يكون عنيف أيضا طبعا يعني عادة ما يلجأ المتظاهرون إلى العنف وترد الشرطة أيضا بعنف مقابل يعني شهدنا العديد من حالات العنف التي قامت بها السلطات الفرنسية وبشكل خاص السلطات المسؤولة عن الأمن في الشوارع الفرنسية خلال السنة الماضية السوترات الصفر نعم نعم كان هناك العديد من الانتهاكات وتم أيضا يعني فتح تحقيقات جدية بهذا المجال وتم صرف العديد من أفراد الشرطة ومحاكمتهم يعني هناك احتجاجات وهناك عنف مقابل من الشرطة ولكن القضاء في النهاية هو من يقول كلمته هي دولة قانون ودولة مؤسسات فبالتالي لا يسمح بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عنف الشرطة عنف غير مبرر وهو مدان من المجتمع الفرنسي مدان من المنظمات الحقوقية مدان من كل المنظمات التي تهتم بحرية الصحافة وبحرية الرأي وحرية التظاهر أيضا فلذلك أنا أعتقد أن لن يمر الاعتداء على الصحافة السوري بهذه البساطة هناك من سيحاسب وهناك من سيدفع سمن هذا الاعتداء لن نبرر بأنه كان ينتهك حرية الشرطة الفرنسية لأن هناك الشرطة الفرنسية لا تسمح بتصوير وجوه ضباط الشرطة وعناصر الشرطة أثناء تأديه تواجبهم ولكن هذا لا يبرر بشكل أو بآخر الاعتداء الوحشي على الصحاف السوري وتكسير أنفه وجبهته وهو بحالة سيئة الآن واضح واضح من الصور نتمنى أن يتمثل لشفاء وأن في دولة أنا أعتقد جازي من بأن دولة مثل فرنسا سيسترد كرامته ويسترد حقه بإذن لا ليس كالدول العربية على الإطلاق في الدول العربية تقارير التي تصل من دول العربية وبشكل خاص في سوريا تشير إلى أن ضحايا بالآلاف لا يوجد أي سبل للتقاضي لا يوجد أي مجال لرفع قضايا هذا لم يكن مخفيا قصريا حتى نهيك عن الوصول لمرحلة التقاضي من فرانكفورت رئيس رابط السورية للدفاع عن حقوق الإنسان سيد عبد الكريم الريحاوي لك جزيلة شكر على هذه الإضاحات سيد الريحاوي وفي بلف الكورونا أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنها ستتقدم بطلب اليوم لترخيص لقاحها ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا بعدما كشفت الشركة أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 100% خلال المرحلة الثالثة من التجارب قياسا على جميع الفئات العمرية فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر لقاح كورونا الشديدة كما أعلنت أن نتائج الكاملة للتجارب السريرية فعالة بنسبة تجاوزت 94% في الوقاية من المرض على نطاق أوسع مضيفة أنه فعال على جميع الفئات العمرية وكل الأعراق وأي معايير ديمغرافية أخرى كما أعلنت الشركة أنها لم تسجل أي حالة مقلقة في تجارب اللقاح منذ 16 نوفمبر وتوقعت موديرنا أن توفر 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة قبل نهاية هذا العام من المتوقع أن يكون اللقاح فعالا للغاية في الوقاية من الأمراض المصحوبة بأعراض وفعال للغاية في منع النتائج الشديدة للمرض نتوقع أن تكون فائدة هذا اللقاح كبيرة جدا ونتطلع إلى الأمام حقا إلى القدرة على نشر هذا في البداية بموجب ترخيص استخدام الطوارئ الذي آمل أن تمنحه إدارة الغذاء والدواء لنا حتى نتمكن من البدء في تغيير شكل هذا الوباء لقاحنا ضد فيروس كورونا فعال بالنسبة 100% وعلى جميع الأعمار هذا ما أعلنته شركة موديرنا في مرحلة التجارب الثالثة متوقعة توزيع 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة هذا العام بعدما كشفت عن تقدمها صباحا الاثنين بطلب إليها وإلى الاتحاد الأوروبي لترخيص باستخدام اللقاح موديرنا أوضحت أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 94.5% على حالات الإصابة العادية بينما الفعالية بلغت 100% على حالات الإصابة الشديدة بالكورونا وأشارت موديرنا إلى أن التجارب الثالثة شملت 30 ألف مشارك تلقوا إما علاجا وهميا أو لقاحا وقد استند تحليل الشركة إلى 95 إصابة بينهم خمسة تعود لأشخاص تلقوا اللقاح عينة المشاركين في اللقاح الذي يعطى على جرعتين بفارق 28 يوما شملت عددا من كبار السن تزيد أعمار بعض المشاركين فيها عن 65 عاما وقد تم اختيار 20 شخص منهم من أصل لاتيني وإفريقي وأسياوي كذلك لتأكد من فعالية اللقاح لدى شرائح مختلفة مزايا لقاح موديرنا الرئيسي أنه لا يحتاج كلقاح فايزر إلى تخزين في درجات حرارة شديدة البرودة الأمر الذي يسهل عملية توزيعه وتتوقع الشركة أن يكون مستقرا في درجات حرارة تتراوح بين إثنين وثماني درجة مئوية لمدة ثلاثين يوما كما يمكن تخزينه لمدة تصل إلى ستة أشهر عند عشرين درجة مئوية تحت الصفر أما عن الأعراض المرافقة لتلقي اللقاح فلم تسجل موديرنا أي مخاوف تتعلق بالسلامة العامة وقد شملت الألم العضلي والمفصلي والشعور بالتعب والحمى وذلك لدى نسبة قليلة جدا من الذين تلقوا هذا اللقاح وشاهدين دعونا نتحدث عن لقاح موديرنا الآن وطلب ترخيصه باعتبار أن فعاليته في التجارب الثالثة هي مئة بالمئة حول ذلك ينضم إلينا من واشنطن الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون مرحبا بك معنا دكتور طلال وهل نستبشر خيرا الآن أن في الأسابيع القليلة إن لم يكن أسبوعان سيبدأ توزيع اللقاح فعليا شكرا على الاستضافة هذه خبرية ممتازة جدا أهلا بك بدي زيد على الموديرنا وكمان بيقدر يعد 12 ساعة بالغرفة العادية يعني من ناحية التخزين موديرنا ممتاز جدا بس بدي وضع شغلي عملية النجاح تبعه هني عملوا مثل ما تفضلت حذرك على 30 ألف شخص الصمون نص بنص خمسة عشر ألف أخذوا الوهمي وخمسة عشر ألف أخذوا اللقاح المضبوط وفرجوا كان فيه 95% فرق طويل عريض بين الناس اللي أخذوا واللي ما أخذوا طيب الآن الشيء اللي بدنا نبقى هو أنه 11 شخص صار معهم الكورونافارس اللي كان معهم اللقاح المضبوط و 185 شخص صار معهم اللي عم يأخذوا اللقاح الوهمي بس اللي عم يأخذوا اللقاح الوهمي 30 منهم مرضوا بطريقة متقدمة جدا فاتوا على الأكسجين التنفذ الإصطناعي شو معناه تقالوا هم أنه 100% بيشتغل حتى لو واحد مرض بيعطي عوارض صغيرة جدا وهني هذي تطلع 45% كحال كل اللقاحات دكتور طلال نعم كحال كل اللقاحات هذه الأعراض الخفيفة تكون مصاحبة لأي لقاح يتعلق بالإنفلونزا حتى ولكن الآن السؤال السؤال أنه إذا تساوت النسب المتعلقة بالنجاعة والفاعلية الآن هل ما يتعلق بالتوزيع وظروف التخزين هي المفصل في أي اللقاحات سيكون توزيعه أسهل في الدول في المنطقة؟ أنا أعتقد لكي موديرنا دياسي مظبوط وموديرنا ديسمبر 13 هم حطين راسهم يطلعوا ديسمبر 13 أنا مكي على أسبوعين وانتبهت لي كيف وهذه هي أن الحكومة الأمريكانية الترامب أدمنستريشن أعطوهم عدة مليارات يعني تعملوا دراسات عليها هذي اللي عم بتسرع بطريقة وبعدين التخزين طبعا وهي جدا تبعا تشوف بالنسبة للفايزر وبيونتيك وبتعرفين حين الآن في سبق عندك الفايزر وبيونتيك هذا الألماني الأمريكاني عندك الموديرنا الـ mRNA هون وعندك كمان الأسترازينيكا مع أكسفورد كمان هذا mRNA وبعدين عندك النوفافاكس كمان أريد أن يطلع هون بأمريكا من ميريلان وعندك الكلاسيكي السانوفي وعندك جونسون وان جونسون هذول هلأ الموجودين هذول كلهم mRNA هذول بدهم إبرتين 21 يوم فهذا بس أبرة واحدة الآن الشي اللي بدي يفهم الواحد إنه المناعة ما بتصير دغري إذا أخذ الإبريليوم بدي يأخذ إبري بعد ثلاث أسابيع تيصير عنده مناعة ضد الفارس بده ينتر 28 يوم بدي نوضحها هذي أول شي الثاني شي بدي نوضح إنه اللقاح ما منضوي منطفي الضو وما أنه شي طلع اللقاح خلاص نحن بدأ نفتكر حانا إنه كل شي بدي يأخذ وقت التوزيع وطيوصل على البلدان والعالم تأخذو وكلام نرجع على الثقة لعالم تكون عنده ثقة بالفاكسين هلأ اللي حقولك مش بس الإدارة الأغذية والعقاقير عم تأخذ ديسيجن عندك كل العلماء اللي بتشغلوا مع الشركي بعدين عندك العلماء اللي بتشغلوا مع الحكومة الـ FDA وبعدين غير شي عندك لجنة مستقلة العالم تتفهم في لجنة مستقلة ما إلى علاقة لا بيطلع مصاري ولا شي وما منعرف أسميهم تبع تلي كيف بيعدوا بيفحصوا كل الدراسة كيف عملت وبيحكوا مع المرضى وبشوفوا إذا مضبوط كله مضبوط كذا 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 بيعدوا مع الـ FDA وبقولوا أوكي هذا مضبوط يعني في عندك بطريقة ملموسة بيفحصوا على المضبوط إذا هذا فعال وهذا سليم وهذه الإجراءات يعني كلها ستحدث في الأسبوعين القادمين دكتور طلال لا صلوا عمشتغلوا عليهم هلأ عمشتغلوا اليوم صلوا ثلاثة أربعة أسبية صلوا شي شهر عمشتغلوا عليهم هلأ نحن ما تنسي نحن نحكي على حالة طوارئ 24 ساعة مشتغلوا العالم ما في شك 24 ساعة لهذا سبب الحكومة عطت فلوس كثير مليارات الدولارات تشتغلوا هيك هذه الشغلة بدنا فهمها موديرنا وواضحة جدا لأنه هي تشتغل حالها هلأ فيه ثلاثة أدفانتاج بتشوفيه مثلا موديرنا لأنه عندك مثلا أنه ما في شيرينج يعني ما في مشاركة هلأ مثل فايزر مشاركة مع بايونتك ألماني أسترسينيكا مع أكسفور الإنجليزي تبع تلي موديرنا لحالة هلأ هذي فيه هني ياخدوا قرارات لحالهم أن يوزعوا يعملوا كونترا هون يوزعوا هون بطريقة ملموسة وبعدين التخزين هاين جدا تبع الفايزر التخزين بنائز 70 درجة مئوية هذي مشكلة كبيرة هناك مشكلة أخرى الآن طرح لقاحات ثلاث لقاحات في ذات التوقيت يجعل ربما المتلقي أو البي تابعنا أو أي شخص في حالة من الحيرة أي اللقاحات يأخذ فايزر موديرنا أي لقاح لكي هلأ أنا بعتد الـ MRNA هذول كويسين عندك الموديرنا وعندك الفايزر ترشيحهم لنا يعني دكتور طلال أعراض الجانبية لحالك لك لما تشوف على أعراض الجانبية عم يطلعوا كلها تنسعين 95% يعني إذا 90 و95% ما بينهم ما في فرق يعني هذه كلها تنسعين 95% لأنه هذا شي جديد وهذا ممتاز النمر عالي جدا لأنه يستعملوا التكنولوجيا جديدة مع الـ MRNA تبعت لي كيف هلأ الأعراض الجانبية شفنا يصير في تعب 10% من الناس بين 14% من الناس يصير في وجه عضلات على 24-48 ساعة عشر من المئة من الناس تبعت لي كيف هلأ إذا تشوف الفكسين تبع الشينغريكس هذا تبع الزنار الناري بيسمو زوستر بيعطي 20% أعراض جانبية تبعت لي كيف هيدول الشي منشوف أنه ما نشوف كل الدراسات اللي عملوها ما شافوا شي مخيف طلع أبدا أنت أي لقاحات هتختارها دكتور طلال والله هيدول الموديرنا والفايزر هيدول ممتازين هلأ لأنه دغري من عاريني الأسرا زينيكا كمان كويس بس يحطوا المواد بقلب فارس الادينوفارس وبيعطونا ايه يمكن شوية معقد أكتر بس كلهم كويسين أنا ما بحكي شي عاطل عيون هيدول هيدول التلات ممتازين هلأ بالوقت الحاضر انت تشوف وعمل عملك على عادات كبيرة عملوا على أسرا زينيكا عملت على تمئة وعربين ألف وموديرنا كمان وفايزر كمان الشي سوائين ألف شخص يعني عندك عم يعملوا عم يعملوا حصوات عميتين ألف شخص نعم أنا بنتبه المشاهدي بنتبه ما يفوتوا على الفيسبوك وعلى انستجرام هذه السوشيال ميديا عم تخرب الدنيا في أخبار مظهورة في أخبار غالطة جدا عم نشوف نحن عم بيصلي أخبار شي كذب قد مبدك يعني إذا أنا ما طبيب حياتي ما بقرب عليهم ولا بيخدهم لكنه هاتفون ياخدون مصاري من عالم وكذا راجعوا وزارة الصحة تبعيد كنا راجعوا بتنفوط على الكمبيوتر هذه رشدة أخيرة لكل البتابعون في حدث اليوم أن وزارات الصحة عبر نشراتها هي المسؤولة عن ما يتعلق باللقاحات وليس إشاعات السوشيال ميديا فقط عموما من واشنطن شكرا جزيلا لك دكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون على ما تفضلت به من إضاحات ومعلومات في هذه الفقرة شكرا مشاهدين لا تزال الجمعيات الأهلية تعمل على تصليحي وإعمار وترميم ما هدمه انفجار مرفي بيروت ومع حلول أنطار الشتاء عملت بعض الجمعيات أيضا على تأمين منازل للمتضررين فيما يمضي آخرون أيامهم لدى الأقارب أو حتى في منازل استأجروها حتى إشعار آخر إلى الشارع الذي ولد فيه عاد شكري بعد غياب أربعة أشهر عن منزله يستقبله جيران الحي الواحد الذين تضرر معظمهم من انفجار المرفأ لكن الضرر الذي وقع على شكري ووالدته كان الأشد ما في سقف في كل البيت صدف وجودهما خارج المنزل عدا مسرعين بعد الانفجار ليكتشفا أنهما باتا بلا مأوى شوارع بيروت المنكوبة تحولت إلى ورشة لإعادة الأعمار العمال ينتشرون هنا وسيارات نقل مواد البناء تجول من مبنى إلى آخر وعلى كل مبنى رفع اسم جمعية اتخذت على عاطقها مهام الدولة بعض المتطوعين أنشأوا مراكز وسط الجميزي لتتبع وضع العائلات رالف واحد منهم مهندس معمري طوع مهنته لخدمة المتضررين نحن كنا عم ننبش على أكتر بيوت مضررة يقول أصحابهم لم يكن معهم أين أف مصاري يقدروا يعمروا عملنا داتا بيس نحن أول فترة ونققناهم وعم نمشي فيهم شوي شوي نحن هلقا هنا موجودين ببيت بالجميزي عم نساعد عائلة مش قادرة تأمين تضبط البيت 12 ألف منزل من أصل 60 ألفا رممت حتى الآن فيما تقول بلدية بيروت أن قيمة المساعدات وصلت إلى 100 مليون دولار من أصل 3 مليارات تحتاجها المناطق المتضررة عدد كبير من المنازل بين مارم خايل والجميزي هجرها القاتنون أبوابها لا تزال مشرعة ووحدهم المتطوعون ضمضوا جراح الأهالي وأعادوا بعض الأمل رغم هول الفاجعة غنوية تيم الحدث عيروت مشاهدين انتهت حلقة اليوم من حدث اليوم دائما المزيد من الأخبار تجدونها على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا معها ويمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر